بجأة تحيلك من جديد كابتن نايمان شاوي طبعا كل كابتان الكبار معنا طبعا كابتن سايد عبدالحفيز مدير الكورة اللي أكيد بنبريك له النهاردة طبعا على الثلاث نقاط مبروك يا كابت سايد طبعا بالنسبة للمباراة شايف الجيم إزاي الظروف يمكن حطتنا في ضغط كبير جدا المرحلة اللي جاية لكن بدأناها النهاردة بثلاث نقاط حطتنا في الأجواء كابت سايد يعني ما فيش انت فضل أربع مباراة على ختم الدوري كرة طبعا فيها كل حاجة يعني انت بتكلم في 360 ديئة اللي بقية من عمر المسابقة يعني ورد فيها كل شيء ممكن مهم انت تمشي في طريقك وتمشي في سكيتك يعني وهذه الكورة لازم تبص في الحتة اللي تخصك بس يعني كل الفرق محترمة وكل الفرق بتدفع عن اسمها ومكانتها وتاريخها وده وضع طبيعي جدا جدا في التعامل يعني لا بنزعل من حد ولا بنزعل حد في الموضوع ده يعني دور الجمهور مهم جدا نكب سعد الحقيقة الفترة الفاتت العهدين على الجمهور معروف لكن الفترة اللي جاية الحقيقة مهمة جدا لجمهور النادي الاهلي لابد يكون في دعم كبير جدا لمرحلة لان فيه امل كبير حتى اخر ديه في بطولة الدورة العام فيه امل لفريق النادي انت لست بقول لك فاضل اربع مباريات اربع مباريات فيها كتير جدا جدا من المفاجهات يمكن يعني لو في حد ممكن تتكلم معه هو نفسك يعني انت فيه في فترات كتيرة جدا فقد نفانقات ما كانت شايفة فعلا نفقدها خالص سنة دي لكن هذه كورة يعني زي ما بتغيب ممكن ترجع لك فوضع طبيعي جدا انت تتعمل المهم انت يعني تمشي في الطريق بتاعك هنمشي في الطريق ده هنكملهم بإذن الله تعالى وان شاء الرحمن ممكن المباراة المتلاحقة والقرائبة من بعض دي تبقى فيها حاجات كتير المهم انت يعني تكمل في طريق انت الدوافع موجودة كبسيد بالتأكيد لكن مردود الجلسة مع كبتر محمود الخطيب وصلت للعيبة ازاي مع فريق النادي يعني زي ما انا قلت يعني في الاول والاخر مباراة متلاحقة جدا جدا يعني وارا بعض بشكل كبير اوي احنا خدنا الكسافة الاعلى في كل حاجة وانا يمكن قلنا ونبهنا في شهر مضا احنا فقدنا عشر نقاط في شهر عشر كاملة من سموحة والزبالك والمحلة والجونة لو تفتكر يبعبنا في عدد ايام ما فيش فرقة في العالم لعبتها خالص يعني ومنكمل برضو لحد الوقت بنفس النهج يعني مش وقته الكلام ده خالص يعني لكن في النهاية يعني بقوا مع ذلك ما ما بديش مبر لو في اي حاجة في الاول في الاول والاخر بها بتلوم نفسك يعني لكن انا مصمم ان ممكن كرة القدم فيها تلتمية وستين دي ازاي ما قلت فيها ربع مباريات بتحمل كتير جدا من المفاجآت والأفعال يعني خلينا بس ان نمش في طريقنا عندنا مشوار ريوم التلات مع نعطلاء الجيش سم المصري سم الجونة وبعد كده هنختم بأسوانيا المبارات القدمة وطلحهم الكبير ممكن عندنا السويس ونطلع لسكندرية مبارات الجونة برضو نشكل عليها دلوتي لكن ممكن تبقى في سكندرية والمباراتين تقوم مع الإسماعيل في سكندرية كبير؟ لا ده ما بتعملش اللي نحنا الكلام ده كلمنا بتعملش اللي نحنا يعني يعني خلينا بس نتكلم في حاجات كده يتخص هنا مش عايز اروح في حتة تانية عشان بس يعني يعني الناس كتير وعطل لك بص في ورائتك يعني عم بديني ورائتي الاول بعد ان هبص فيها ده انت موزع ورائتي في كل هاته سلام بنشكر اكيد طبعا للكابتن ساعدة وحفيز الحياة يمكن واضح اكيدة يا كابتن ايمان طبعا يعني امكانها بسأل سؤال طبيعي جدا النادي الاهلي ممكن عنده طلع الجيش المبارات القادمة في السويس ثم عنده المبارات المصري في الاسكندرية ومن بعدها مبارات الجونة يعني هل هيكون في مبارات الجونة هيكون في الاسكندرية ايضا ده امر كنا محبب نسعني لان الضغط كبير والتراحم كبير جدا نادي الاهلي في ضغط وعنده تلات مباريات اه بناخدها مرحلة مرحلة لكن السويس ثم الاسكندرية هل ممكن نروح الجونة ولا امر الجونة ده ممكن يحصن طبعا مع الاتحاد المصري كرة قدم ويكون المبارات في الاسكندرية كل الامور دي وتساؤلات عديدة جدا بنأمل ان احنا نشوفها ان شاء الله مرحلة القادمة لكن عادنا كبير باللعيبة عادنا كبير جدا مع جمهور النادي الاهلي مباراة وانتهت صفحة قفلت نبدأ ان شاء الله نركز فيها المباراة القادمة وهي مباراة طلقة الجيش اللي بتمنى ان شاء الله كل التوفيق لنادي الاهلي يستمر في حظة ثلاث نقاط والامل موجود ان شاء الله حتى اخر لحظة واخر ثانية في بطولة الدورة العام زميل العديد الكريم احمد اجابة السؤال دوت بتاعك وبتاع الكابتن سيد انا مش هادر رد عليه يعني انا حتة الجونة حيلعب فين ولا ميلعبش فين انا مش هادر رد عليه ايه الماجهات مطلحقة والدنيا مضغوطة قوي الفترة ديت وهم اتحاد الكورة او اللجنة عايزة تخلص يوم 26-27 فبصراحة الضغوط كتيرة جدا 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 الموسم ده على لعيبة النادي الاهلي